منطقة كده في الخلاق بعيدة عن أي حاجة خالص في الدنيا ومنطقة جبلية وفيها مصانع أو ورش فيها أمهر العمال اللي بيشتغلوا الحرفيين في مصطع في الرخام تلاقي الخبر إيطاليين جايين يزوروا مصر لتطوير المنطقة منطقة شق التعبان خبر أغرب منه بيقول وافد روسي يزور منطقة شق التعبان لحل مشكلة سرق التاركة ربائي الله هي الحكاية عايزة وافد روسي سرق التاركة ربائي إيه اللي جاي له لجنة روسية جاية تسأل هوا شوف الروس قاعدين شوفوا الصورة وافد روسي يزور منطقة شق التعبان لحل مشكلة سرقات الكهرباء قال مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن وافدا يضم مهندسين تابعين لإحدى الشركات الروسية وصل منذ قليل لمنطقة شق التعبان لمعاينة المنطقة على الطبيعة وإعداد تصور كامل يتضمن وجود آلية لإحكام السيطرة على عملية سرق التارك الكهربائي والتعدي على مهمات الشبكة الكهربائية الأمر الذي يضيع بالملايين على الجنات على الشركة قلنا المقارن أن يجد الوافد الروسي جولة على الطبيعة بعد حصر المغزيات طيب السؤال بقى هو أنت مش قفلت المنطقة دي أصلا ده انت شرطت أصحاب الورش الخبر هو كان في 2018 مقساة أصحاب ورش تعويضات مصر القديمة في شق التعبان في 2018 حد قال السيسي على منطقة شق التعبان حد بقى إما إمارات إما إيطاليا إما روسيا فبدأ الراجل ده يجرف المنطقة دي ويدمرها ضمر منطقة شق التعبان وقفل تقريبا أغلب الورش اللي هناك وشرط العمال وقال لك الجيش هو اللي هيطور صناعة الرخام فجأة النهاردة وفد روسي بيزور المنطقة وفي نفس الوقت وفد إيطالي بيزور المنطقة فيبدو أن السيسي بعد ما قفل صناعة الرخام في مصر جايب بقى خواجات يشتغل الرخام في مصر مع أن إيطاليا أصلا مشهورة بأجود أنواع الرخام في العالم يا ترى بقى إيطاليا ضغطت عليك عبد الفتاح أو أنت بتقرض على إيطاليا بضاعة جديدة ويطلب تقرض على الروس نفس البضاعة